حضراتكم كجمهور النادي أهلي أكيد من أحظين أن محمد هاني بقاله فترة بعيدة عن تشكيلة النادي الأهلي الأساسية مارس الكولر مطلعه تقريبا من الحسابات على طول عدك إيه الحكاية؟ ليه مارس الكولر عمل كده؟ أحكيه لك أنا بقى أحكيه لك أنا الحكاية محمد هاني لما راح عشان يتزوج ألف مليون مبروك ليه مارس الكولر مكانش رافض أنه يعمل كده بس في نفس الوقت هو عامله معاملة كهرباء فاكرين كهرباء لما راح الفرح بتاع أخته وما سافرش مع النادي الأهلي في إحدى المباريات هو عامل معاه كده ساعتها قال لي كهرباء براحتك وقال لي محمد هاني إيه براحتك برضه بس هو مارس الكولر ادائي من فكرة أنه محمد هاني ما أجلش هذا الأمر لنهاية الموسم وبالتالي استبعد محمد هاني من المشاركة أسيا وقال له أن أنت هتبقى محتاج تعمل مجهود كبير جدا عشان ترجع مرة أخرى للتشكيل الأسية عشان كده خال عفتاح بيلعب ودي جزئية أخرى أن خال عفتاح لما لعب كمان أثبت تواجد فده خلى محمد هاني يبعد أكتر ورغم كده عشان تبقى برضه عارف محمد هاني في أغلب الظن هيبدأ مباراة الألمونيوم اليوم الجمعة بشكل أساسي مباراة الكاس بس هو مارس الكولر تعامل مع محمد هاني في موقف الزواج زي ما تعامل مع كهرباء لما ما سافرش مع الفريق عشان زواج أخته فاكين كهرباء إيه إلا حصل لما طلع مارس الكولر وقال لك إيه ده المهاجم الثالث عندي بقى المهاجم الثالث اتعب شوية لحد ما ترجع الأول تانيش يا عم أنا كنت معاك الأول لا اتعب بقى شوية عشان أنت بقيت تعاني الفترة دي فتبقى التالت أهو بيتعامل مع محمد هاني كده ولو عمر كمال عبد الواحد موجود كان هيبقى خالق فتاح أو عمر هم حد فيهم أساسي والتاني هو اللي موجود عالدك ما بيهزرش مارس الكولر مهما كان اللعيب مهم مهما كان قيمته مهمة مهما كان أداءه مميز هو عنده نظام وما فيوش حب وكر اعمل اللي انت عايزه إنسانيا أنا ما قدرش نرفض لك حاجة زي كده بس في نفس الوقت أنا من حق كجهاز فني أو كمدير فني أخذوا القرار اللي أنا عايزه ده فيما يخص محمد هاني ترجمة نانسي قنقر